بصوا احنا هنفتح الطاقة زي ما تيجي. يعني حسب الاسئلة اللي احنا هنحس ان احنا عايزين نسألها للشخص ده هنقولها له. سواء هو كان حبيب او كان آآ نغير لكم المجموعة ولا ايه? خلينا زي ما احنا. نشوف طاقة المجموعة التانية. وهي مش هوصيكو على لايك وشير وسبسكرايب والحاجات دي كلها. يا الناس اللي هنا دي بقى لها زمان ما جاتش القناة. الكارت ده تقرر ماركين بالغلط. بس مش بالغلط. انتوا في علاقة توقام روح. عارفين قراءتي هنا? عارفين القراءة دي? القراءة اللي تشيب لها العقول هادي. عارفين الطاقة دي? انتوا كده. آآ انتم من الناس اللي لو اشتغلتوا على نفسكم صح. هتشوفوا كل حاجة. وتعرفوا كل حاجة. وهيبقى مكشوف عنكم الحجاب بمعنى الكلمة. كله دان. دهو يعني هيكون عندكم الطاقة بتاعة عبدي قطعني تكون ربانيا تقول لشيء يكون فيكون. يعني هيبقى عندكم الطاقة دي اوي. دهو لن يقال لك ابشر ستكون انت الابشر في حد زيته. يعني انت اللي هتكون وجودك هو البشرة يعني او هيكون وجودك هو الامل في حد زيته. الطاقة دي انتوا شغالين على نفسكم بتشتغلوا. ممكن منكم ناس القانين شوية بالوضع المادي. او عايزين تكونوا او توصلوا للمستوى مادي معين. جهز الامور المادية معاكم مقلقاكم خوفاكم. آآ عايزين يكون في امان او استقرار مادي نوعا ما. بتفكروا في شغلة او في الوظيفة في الدراسة في الترقية. يعني الحياة المادية آآ تهمكم. الاستقرار المادي من من الحاجات اللي بتفرق معاكم او الامور المادية والحاجات اللي انتو بتلمسوها والفلوس بتديكم الشعور بالامان بشكل عالي جدا. فانتو مركزين على الماديات وانتم اصلا من اكتر الناس الروحانية في الحياة في الوجود في الكوكب. كله يعني. وانتم على الاكتر آآ بتصنعوا حظكم بنفسكم. يعني بتخلق حظك بتصنع حظك بتصنع الوفرة بتاعتك. طبعا فكرة ان انتو تكونوا تعرضتوا بقى لطعانات والصدمات والغدر والخيانة والحاجات الجميلة دي كلها وحدثوا على حرك ده الطبيعي والبديهي والمنطقي معاكم. يعني وتعرضتوا يمكن كمان لكلام مش كويس او انتقادات او 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 اساءة الظن فيكو او اتهامات او تقالف حقكم كلام مش حقيقي. او الناس فهمتكم غلط. ممكن منكم ناس تكونوا بتتكلموا في الدين ام انت الناس كفرتكم. آآ بتتكلموا في الروحانيات ام انت الناس خلتكم يعني حطوكم كده في قوالب ومش عارف ايه فيه تعرضتوا لهجوم وتعرضتوا الانتقادات. انت طبيب وعملت بحس او حاجة اتهموك ان انت ما بتفهمش اي حاجة في الطب وان انت فيشل. يعني اللي هو انت بتقدم حاجة لكن الناس آآ عندهم من الحماقة لا تستوعب الحاجة اللي انت بتقدمها شوية. فمعظمكم تعرضتوا الانتقادات او لساءة فهم او الاتهامات باطلة ويمكن يكون هناك امرأة اتقال في حقها الكلام مش حقيقي. يخص صمعتها يخص شرفها. آآ يخصها هي كامرأة او كأنثة. آآ هو قصما بالانتو لو ما اشتغلتوا على موهبكم الروحانية هتبقى خسارة. خسارة وخسارة كبيرة قوي يعني. خسارة. خسارة لان في ناس هنا في حتة تانية. في حتة تانية لا تخطر على بالك انت انت لو عرفت انت مين هتتجنن. يعني. يعني لو لو عرفت انت تعرفوا تقدروا وتعملوا ايه? هتحجزوا السويت في المصحة على طول فورا. هتحجزوا سويت بيطل على البحر بقى على 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 حمام السباحة. هتاخدوا جناح كامل. خلينا نشوف الشخص اللي انتو حطيته ان هي عليه. آآ حطوا اهداف السنة دي على فكرة. حطوا اهداف لكم وصحاب المجموعة تانية. حطوا خطة لنفسكم. اكتبوا. طاقة الكتابة هتفرق معكو قوي. اوكي? طاقة الروائح الحلوة هتفرق معكو جدا. لان انتو هتكونوا بتشموا روائح ملهاش اي علاقة بالمكان. حد مسلا تكونوا رايحين آآ محل ما لابس تشموا ريحة كيك. فلو هو من اين بيجيب ايه? ما اتعرفوش بس انتو آآ الاتصال الروحاني والارواح بتتواصل معاكم بطرق هتتجننك. بس مش هتتجنن. عشان كلا قلتو لكم ضروري تعرفوا انتم مين? خسارة والله. طرى والله من جد خسارة. ما اتعرف حالك وتكون موهوب. ويا تمضي حياتك بدون ما تكتشف من قد. وما هي مواهبك وما هو دورك. ريم حط هدف قوي. ريم هدفها تكتشف اين انتوجت خبيئة جدا. احسنتي يا ريم. انا بقولي الهدف نيابة عنها. بس ممكن يكون طبعا عندها هدف تانية. شوف شخص اللي انتم حطيته النية عليه. طقتوا ليكم في الوقت. الحالي له اكبر. مش بقول لكم انتم عديتوا. انتم عديتوا انتم انتم عديتوا بقى ازا ما كان كله. العلاقة دي فيها الطرف تالت على الاكتر. اوكي. يمكن يكون فيها تباعد بعض مسافات وبعض اه يمكن حط فيكم في طاقة التباعد شوية او الانفصال. يعني في منكم ناس منفصلة فعلا تماما. بس في ناس تانية لأ. يعني في خمسين في المية من ناس في المجموعة دي. انتم اصلا ما بتتكلموش وما فيش تواصل. جايز تكونوا مش عارفين توصلوا للشخص ده ازاي او منين. آآ بس في مجموعة تانية منكم زي زي قبق هوسين وتكونوا في طاقة الزواج مع الشخص ده. طاقتوا لي كل امام بالقدر. بشكل عالي اوي. اوي يعني. هو آآ قدر. هل يعني آآ انه القدر. انها الترتيب الالهي. انها الحكمة الالهية. التوقيت الالهي. آآ هو انتو. منهم؟ حوالي اكمل القراب بتاعتكو دي ازاي. حوالي اصوخ. نقول المنطقي واللي يتقال. ماشي? الضروري الاول زي ما قلتلكم انتو تعرفوا انتم مين? وادواركم ايه? وانا هنا باتكلم بالزيت عن ناحية روحانية. يعني انت مين بقى في البعد ده? في الناحية روحانية وفي التقاط روحانية وفي المواهب روحانية. ماشي? لان كم كل ما تعرف انت مين? تعرف انت بتسأل عن مين? لان انت برضو لو مش عارف انت بتسأل عن مين فدي مشكلة. يعني انت والشخص ده اتنين غير عاديين. اتنين جيتوا الدنيا لمهمة لدور لليلة كده والموال لابد انه تقضوا هذه المهمة وتقوموا بالدور ده. وبعد كده تقولوا شكرا للكوكب مع السلامة. سنرى كوكب جديد او سننتقل لبعد تانية او نروح في اي مكان تاني يمفعنا. اه طاقة الشخص ده ليكم هو الامان بانه القدر هو لجمعكو سوا. ممكن جدا يكون هيبقى فيه شغل بينك وبين الشخص ده. شغل وفلوس. هيبقى فيه بزنس هيبقى فيه فلوس هيبقى فيه مصلحة. تعملوا احلى شغل. اوكي? وهبقى فيه طاقة التشافي ليكو انتو اللي اتنين. بزيت لو كنتوا في علاقات قبل كده مؤزية. او علاقات اه او عندكم كارما من علاقة سابقة. او بدخلوا في علاقات توكسك او حاجة. هي فيها طاقة التشافي والشفاء ليكو انتو اللي اتنين. وبرضو بتأكد قوي على ان العلاقة دي اه رايحة في اتجاه العقل الاول. والمنطقة الاول. والصداقة الاول. وبعد كده تبقى تيجي الحب والمشاعر. يعني اخر حاجة تيجي في العلاقة دي هي الحب. الحب مش هيجي في الاول. حب الشخص ده ليك مش هيجي كده في الاول. هتعودوا فترة. ممكن تتجوزوا وبقى ما تتجوزوا وتحبوا بعض. الحب بقى بجد الحب الحب يعني. الحب الحقيقي. لانه جوهر العلاقة بينك وبين الشخص ده. آآ هتكون ايمى على الايمان بالروح. والتوافق الفكري والعقلي. والاستشعار بالطاقة الشفائية المتبادلة ما بينكوا انتو اللي اتنين. يعني ان الشخص ده بيحس ان انت شفاء لي. وان هو كمان بيستشعر انك آآ ان هو شفاء ليك. طاقتكوا انتو اللي اتنين تداوي وتشفي جراح بعضكم البعض. بس هو هنا في مجموعة دخلة القراءة دي آآ انت والشخص ده لو انتو بتسأله عن شخص جديد دخل في حياتكم جديد من شهر من شهرين من سنة. يعني طاقة نوعا ما جديدة. فهي طاقيا مش جديدة. هي طاقيا كأنها بقى لها الاف السنوات. يعني مش 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 السنة دي. ده بقى لها الاف السنوات. فانت اليوم بيعدي عليك. لو شخص ده قال لك حاجة. فانت عارف ما هو رأيات الحاجة دي. ده لو انت متصل. ولو انت يعني طالع فوق شوية. هتبقى فاهم ابعاد الليلة اللي حضرتك دخلت فيها والطاقة اللي حضرتك دخلت فيها. لان العلاقة دي هي عاملة زي حدسة ودخلت فيها بس حلوة هتفوقكو. حلوة. يعني هتبسطكو يعني هتتروأ عليكو. هتروأ عليكو. وست يعني ستقوم بالتقام الجروح المنكسرة. وكل شيء. كل شيء. وكل خطوة في العلاقة دي هي اصلا رايحها فيه طريق. انها القدر هو اللي هيقود هدي العلاقة. هتتمشي بالترتيب الهي وبقدري. قدر ليكو تكونوا مع بعض وتتزوجوا. قدر ليكو تسفروا ايضا. وقدر ليكو آآ جزء من القصة بتاعتكو او العلاقة بتاعتكو. يكون يزهر للعلن بعد فترة. يزهر للعلن بعد فترة. او للنيس بعد فترة. اوكي? واسألوا عن فترات الفراء او الليالي المظلمة لك وليه. هتلاقوا فيه تشابهات كتيرة قوي. لان ده النص التاني لك لو ينفعي كده. ده الشخص الانعكاس الاخر لك. ما هي المشاعر الحقيقية للشخص ده في التوقيت الحالي او في اطاقة الحلالي. مش بقول لكم العلاقة دي الحب فيها يتأخر على ما يزهر يعني وقت ما انت بتسأل كمشاعر مشاعر يعني يقول لك عاطفة ورومانسية والحاجات دي بلح. مش موجودة. اوكي? بس لما هتنشأ الحب في العلاقة دي فاللي هي هتكون السلسلة التي لا تنكسر. او الحب التي لا ينكسر او الحب الكوني. اه او الحب اللي بيتجدد وبيزيد وبتضعف يوم بعد يوم اكتر. لكن وقت استماعك لللايف او للقراءة. فما فيش مشاعر بداخل للشخص ده ليك. مشاعر ومنسية وعاطفية وكده ايه مش موجودة تقريبا. لكن في اه اشعور بان انتوا قادرين تتفاهموا مع بعض. اه قادرين تكونوا متوافقين بالفكر وبالعقل مع بعض. قادرين تخلقوا توازن كويس جدا. مناسبين لبعض يعني واستشعر الشخص ده كده ومناسب ليك وانت مناسب له. اوكي? وانه ممكن يبقى في بينك وبينه زواج. يعني في الطاقة الحالية هو مستشعر طاقة ده. انه ممكن يبقى فيه بينك وبينه زواج. وانه مؤمن جدا ان التواصل والتخاطر الروحي اللي بينك وبينه موجود. هو موجود من الازل. موجود من زمان جدا جدا. هو مؤمن ان في بينك وبينه بهاستلايف. لان شخص ده روحاني اصلا. مؤمن بروحانيات. ويمكن عارف فيها او دارس فيها او متخصص فيها. آآ بس بس قد يكون هو بيطاقيا لسه بيخرج من علاقة. او طاقيا هو لسه بيتشافى من الماضي. علشان كده المشاعر بتاعته مش بتتحرك او مش متحركة دلوقتي. لكن في التوقيت المناسب هتتولد المشاعر دي او هتظهر المشاعر دي. اللي هي موجودة لكن محطوط عليها طبقة دلوقتي. والطبقة دي يمكن عشان تحمي قلب الشخص ده. يعني هو حاط الطبقة عشان يحمي قلب ويمكن تكسر قبل كده او حاجة. لكن في الاول في الاخر كل شيء يكون بترتيب اله وبترتيب قدري. واقول لكم على حاجة هيجيلكوا توقيت هتفقدوا فيه تماما الامل في العلاقة دي. ماشي? بس اول ما هيجيلك الشعور ده هتفوق بعدها. هتلاقي رسالة او اشارة قوية انه لأ احنا احنا قلناه لك ان الشخص ده قدرك ان الشخص ده هو اللي هيكون مقدر لك. فهتلاقي ان انت كل ما تفقد الامل او كل ما تحس ان هو مش ما فيش بينكم حاجة هتلاقي رسالة قوية واشارة قوية جدا جدا لك. هو عايز يقول لك اي دلوقتي. حابب الصداقة قوي اللي بينكم. كلام الدردشة التواصل الشغل اللي اللغة الحوار اللي بينك وبينه. وهو مضطر على فكرة لو هو انتو بتحسوا ان الشخص ده عامل حاجز كده في المشاعر بينك وبينه هو مضطر يعمل حاجة زي كده. مضطر. وهو مؤمن بالقدر. مؤمن بالترتيبات القدرية. ومؤمن بانه فعلا لو انت فعلا قدر ونصيبه يعني كأنه لما بيتكلم عن نفسه فزي بيقول انه الرب هيسر كل حاجة في العلاقة دي. وان هو مش آآ يعني هيبقى زي آآ ماشي وفقه لما يتم ارشاده. يعني مش هو اللي ماشي بمزاجه لأ. هو كأنه بيقول فيه ارشاد بيوجهني. فيه صوت بيوجهني. فيه طريق انا مرسوم ليا انا همشي على الطريق ده. هو بيبقى ملهوف على فكرة الكلام واللتواصل معك. بيبقى عنده لحفة. بيبقى عنده حنين بيبقى عنده شوق كده. ورغبة في التواصل ايضا. وكأن انت بكلامك وتواصلك مع الشخص ده بتاخده في بعد تاني او بيستشعر معاك ان الطاقة بتاعته بتعلى. وحتى لو اتاخد او تسحب الابعاد اخرى بحيس ان انت ممكن تنتشله من الطاقة المظلمة او من الفترات الكئيبة او الصعبة. الشخص ده بيستشعر ان انت معلم ليه بالروح او مرشد ليه بالروح. برغم ان هو برضو ممكن يكون معلم او مرشد ليك بالروح. في دروس كتير قوي في طاقت العلاقة دي. مش انت دروس يعني العلاقة دي بتعلمك حاجة لأ. هي العلاقة دي تدرس اصلا. يعني يعني مش هي جاية عشان تعلمك لان على الاكتر انت وتعلمته. لكن هي جاية عشان تشوف انت وصلت الفين من اللي انت تعلمته. ولو انت خلاص اصبحت جاهز وهو جاهز يبقى يلا. ليه بقى تتأخره في الزواج ليه بقى تتأخره في الارتباط او كده. فتبقى انت جاهز وهو جاهز فتبدأوا مع بعض رحلة جديدة. او او فتح بوابة التقية الجديدة. ايه الجديد في طاقت العلاقة دي خلال الفترة القريبة اللي جاية? لحد فيك وفي شخص من الماضي هيحاول يرجع. اوكي في اشخاص او في طاقت من الماضي هتحاول تعوق العلاقة دي شوية. ممكن تكون طاقت زلمية ايضا. لكن العلاقة مقدرة ليها اصلا انها تظهر في الشمس. فقد تكونوا بتمروا بفترة حلوة بعدين بتمروا بفترة صعبة شوية. اوكي. ممكن تكونوا آآ هتمروا بليالي مظلمة. ويمكن لحد فيكو هنا هتنقطع العلاقة دي. هتنقطع العلاقة دي. لحد ما يأتي الترتيب الالهي او الاشعارة الالهية او التوقيت الالهي. فكنين لما قلت لكم انتو هيجي لكم الشعور بان العلاقة دي انتهت تماما وانه ما فيهاش امل. ممكن لو انتو ما دخلتوش في الطاقة بتاعت الانتهاء المسبق. تكونوا منكم مناسة تدخل في الطاقة بتاعت انها ميتت. انها انتهت العلاقة. بس ما فيهاش اون وقف كتير. يعني ما فيش ابتعد واقتراب ولا اون وقف ولا كده لأ. هي قطع واحد بس. قطع واحد حقيقي. آآ سواء القطع ده ماد دي. انه فعلا بتسيبه بعض. او القطع ده بالاتصال الروحي ان انت من جويك اللي هو خلص الشخص ده. ما بقيتش بداخل قلبك مشاعر لي. آآ او ما بقيتش تحس بالتخاطر او التواصل الروحي معي. اوكي? آآ انتو هتبقوا محسودين على فكرة على العلاقة دي على الاكتر. ناس كتيرة هتحقد او هتحسد بتكونوا على العلاقة دي. خدوا بالكو لان في ناس كتيرة مش حبة ان انتو تكونوا مع بعض. وفي طاقت كتيرة مش حبة اجتماعك مع طاقة الشخص ده. طاقتكم انتو اللي اتنين. آآ. لان الطاقة بتاعتكم مش مش الكل يقدر يستحملها. وليها تأثيرات طاقية كبيرة اوية. ارجعوا للباست لايف. ارجعوا للحياة السابقة. شوف حياتك السابقة. ارجع لفيديوهات قد تجد طلتك هناك. قد تجد اشارة اكتر هناك. آآ معرفش التقاط كل التقاط اللي ظهرت هنا دي. هل ظهرت في التقاط العامة ولا لا? بس انا عارفة ان هها ظهرت في التقاط خاصة قبل كده. يعني الخاصة بالباست لايف المتعلقة ما بينك وما بين الشخص ده. انا زي ما قلتلكو على الاكتر انتو في بينكم الاف السنوات. يعني عارفين بعض من زمان. حتى لو انتو في العالم المادي ده او في البعض المادي ده. لسه مقابلين الشخص ده من شهر او حاجة. اه انتو طاقيا عارفين بعض من زمان بعيد قوي. خلينا شوف لكم حاجة كده قبل ما اختم القراءة دي معاكم. لمعظمكم طبعا دي طاقة يعني للغالبية العظمة منكم الطاقة دي كروش او ممكن نقول ما فيهاش عطراف قوي بالمشي علي يعني. المسافة بينك وبينه قريبة جدا على فكرة طاقيا يعني انتو تعتبروا في مسافة قريبة قوي. اه للناس اللي بتسمع القراءة دي وقت نزولها. انا هقول لكم حاجة. اقصى مدة ممكن تديها للعلاقة دي. وبعدها بعدها تقول نعم او لا بشكل قاطع. يعني تقول نعم هذا هو الشخص وانت هنا كنت هتبقى دخلت في الطاقة دي والقراءة دي بتاعتك القراءة خاصة. هي خمس شهور. اوكي? لو عد عليك الخمس شهور خلصوا. وما فيش اي تجديد. ما فيش اي جديد مادي ملموس في طاقة العلاقة دي. يبقى انا هقول لك. آآ ممكن تكون مش انت مش فيها. لان هنا آآ المسافة بينك طاقيا وبين الشخص ده هي قريبة قوي. قريبة جدا جدا جدا. فممكن منكم ناس شهر مايو الجاي يكونوا بقوا متزوجين بالفعل. آآ ممكن المسافة بالضبط هي اتنين. فممكن خلال شهرين. ممكن خلال يحصل حاجة. ممكن بكرة. تلاقوا فيه جديد في علاقتكم بالشخص ده او فيه فيه اشارة واضحة وصريحة. او رؤية او حاجة. آآ عافية انا بقول لكم كده ليه? لان القراءة دي هي او عامة بس هي خاصة جدا. جدا جدا جدا. وسمعوها مرة تانية. علشان تعرفوا تفهموا الحاجات اللي بين السطور اللي موجودة. او تقدروا تفهموا الابعاد الروحانية اللي موجودة في طاقة علاقتك انت والشخص ده. ولما قلتلكم انها هيتم شوية محاولة ابعادك انت وهو او مش لمصلحة الجميع ان انتوا الاتنين تكونوا سوا. لان احيان مش كل الناس بتحب النور. في ناس بتحب الظلام. في ناس بتخاف من النور. في ناس بتبقى انت مشاور لها عن نور ومع ذلك تقرر انها تعيش في الظلمة او تقرر انها تغمي عيونها. فمش لازم نوضح اكتر من كده بس اصحاب القراءة هتبقوا انتوا فهمنا. على كل حال شكرا ليكم اصحاب المجموعة التانية او الاختيار التاني. واشوفكم على على خير بفيديوهات تانية. اشتركوا في القناة لو انتوا مش مشتركين. فعلوا جرس تنبيه عشان يوصل لكم كل جديد. تعاموا الفيديو بلايك وشارك واشتركوا في القناة. تقدروا تطلبوا قراءة خاصة لو انتوا بحاجة اليها. لينكات ورابط التواصل والباتريون هتلاقوا موجود في صندوق الوصف باليوتوب تحت الشاشة. وطمينوني عنكم في التعليقات. هل توقيت طاقة صداقة للمتخص مين في القراءة الحالية? مش فهم. يعني انت بتسألي على القراءة اللي احنا واخدينها دي. هي اصلا ما فيهاش مشاعر هي اصلا مبنية على الصداقة والبيزنس. اصلا يعني حتى اللاحظة دي. الناس اللي هي في المجموعة التانية اللي اختاروا الحجر ده. هقولك لسه ما تربيتش فيها المشاعر لانه قلت لكم انتم مش هتحبوا بعض في الاول. طاقة الحب هنا هتاخد وقتها. ويمكن لمجموعة منكم تحبوا بعض بعض الزواج. الحب بقى الحب الحقيقي. يعني تبقوا متفاهمين ومتنغمين في الفكر وفي العقل. لكن يأتي الحب بعد الزواج والارتباط. مش لكلكم هتتزوجوا الشخص ده عن حب. العلاقة دي لها مفاهيم شوية مختلفة. انا كنت اميرة في حياتها بقى حلو. ده عرفتي من الفيديوز اللي في القناة وكده. هي بتاعة ولا انت رجعت للا الكاشة بنفسي. بس حلو ان توتب وارفين تقنطوين.